أيضاً دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور عشماوي إذن ماذا نحن فاعلون فيما يتعلق بالسلع ووفرتها والرقابة على الأسواق لأن هي دي الربع ده من السنة مهم جداً علشان نقدر نوفر السلع للمواطنين إيه التعليمات اللي جات لكو؟ إيه خطتكو يا دكتور؟ بسأل خير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين سعيد بتواجدي معكم وكنت أتابعاً كسب الحياة الزميل الفاضل بيتحدث عن الأثار أو الموجات التضخمية الواردة من الخارج سواء من السوق الصيني أو من الأسواق الأوروبي إحنا الحقيقة عندنا مخزون واحتياطي آمن من السلع الأساسية يفي باحتياجات البلاد لفترات تتعدى المتواصلات العالمية يعني عندنا احتياطي آمن للسلع يصل إلى ست شهور والحقيقة كان أكبر مثال على قدرة الدولة في الوفاء بالتزامتها من سلع وخلافه فترة كورونا والحقيقة الفترة دية لم نشهد فيها أي قصور أو أي ضغط لأي سلعة من السلع أو أي تحركات سعرية في سلع أساسية ما يحدث الآن أن خلال الفترة السابقة كان حصل هناك نوع من الانكماش في الانتاج هذا الانكماش الحقيقة قلل الطلب على مجموعة من السلات السلعية أو السلع بعينها وبالتالي لما السوء ابتدى يرجع مرة أخرى إلى حالته الطبيعية أصبح هناك طلب كبير على السلع كان في الفترات السابقة الطلب قال كان في توازن أو إكوليبريم بين ما هو معروض وما هو مطلوب ده في مصر أيضا يا دكتور نعم يعني حرف بتقولي على الصورة في العالم ولا في مصر أيضا تأثرنا كذلك لا وإحنا طبعا في مصر تأثرنا بهذا الأمر ولكن كان السند الرئيسي بهذا الأمر هو وجود احتياطي سلعي كبير آه ماشي أوكي تمام طيب لو تخيالي لو حصل أن المواطن المصري نزل على أي منفذ أو أي متجر ولقى من السلعة دية خمس وحدات هيحصل إيه؟ هتلاقي المواطن هياخدهم خمس وحدات هياخدهم كلهم هيشتريهم كلهم من الآلق طبعا بالضبط وده مدى طبيعي طبيعي إنما إيه اللي حصل؟ كان أي سلعة بتقل عن المستوى الطبيعي بيتم استعاضها مرتين وثلاثة فسيكولوجيا ولو ببص على الكونسيومر بهيفير أو سلوك المستهلك هو مطمئن إن السلعة موجودة ومتوفرة صح ولو بتخلص من عرف بيتم استعاضها ده مهم جدا ده الحياة مهمة جدا ده كان يتطلب إن السلعة أو الثلاثل الإمداد تكون بتعمل بكفاءة إن السلعة بتنتج أو السلعة موجودة في المخزن واتصل إلى المتجر أو السلعة بيتم ضخها سريعا إلى المتجر وإن المتجر كمان عنده احتياطي آمن من هذه السلعة يعني أنت عند حضرتك عندك مجموعة من الطاقات التخزينية يا إما طاقة تخزينية في المتجر يا إما طاقة تخزينية في المخزن الكبير يا إما عندك طاقة تخزينية على مستوى الدولة بس أنا لازم هنا أقف وأقول إن ده بيتطلب إمداد تمويلي من المالية علشان بس إيه دي فلوس يعني دي فلوس بيتم ضخها مش إن إحنا الحاجة عندنا جيالنا كده من الكوكب الآخر دي فلوس إحنا بنقرر إن إحنا هنشتري وحنكون عندنا هذا المخزون فبالتالي المالية بتوفر هذا التمويل وده بيبقى من الموازنة العامة عشان نفهم الناس بس إنه الفلوس بتروح فين وبنشتري إيه عشان نجهزه ما يبقاش فيه ضغط على السلع تفضل يا دكتور أنا عايز بس أشير لنقطة مهمة جدا في هذا السياق أستاذ اللبي إن عند تولي فخامة الرئيس سدة الحق كان احتياطي الدولة من سلع إساسية لا يتعدى شهر شهر واحد نعم وكانت تعليمات فخامة الرئيس إن إحنا نوفر الدعم المالي اللازم لتكوين احتياطي آمن من السلع الأساسية وفعلا زاد المخزون من شهر لتلت شهور والنهاردة بنتحدث فيما يقرب من ست شهور مش كده بس ده إحنا بنبني احتياطي آمن من سلع نهائية يعني بتكلم على القمحة والزيت والسكر والرز واللحوم والدواجن عندنا ست شهور من السلع دية متواجدة في مخزينة وده اللي خلى الناس متحسش بالأزمة وقت الكورونا كنا بنتفرج على الفيديوهات إن السوبر ماركت فاضي إنه الناس بتخطف الحاجة إن كل الرفوف كدت فاضية ده اللي خلى الناس هذا التفكير بهذا الشكل وهذا تضخ للتمويل ما حسناش الحياة لازم نقول إننا ما حسناش بنقص أي سلعة طيب كلمني بقى دكتور عن الربع الآخر يعني التعليمات جتلكوا إيه استراتيجية الدولة إيه في المرحلة القادمة فكرة إنه أنا عندي موجة تضخمية ارتفاع في الأسعار إزاي حواجه هذا الارتفاع كي لا يشعر به المواطن كان متوقع يا أستاذة لميس بعد هذا النوع من الانغلاق يعني يحدث موجة تضخمية تصيب كافة الأسواق مش كده بس قد يتم التنبؤ فيما هو قادم إن يحتل عندك نشرح للناس نشرح للناس يا دكتور نقول يعني كساد نوع من الكساد التضخمي اللي هي زيادة في الأسعار يعني ركود وتضخم سوى لتنيني وشحف الطلب فده أسوأ ما يقيد الأكتوريات العالمية إنه يحتل كساد تضخمي أو ستاكفليشن زيادة سعرية مع قلة الطلب أو هناك نوع من العزوف عن الطلب طيب إيه بقى الحال اللي إحنا هنعمله إتحقي عندنا توجهات إن إحنا نعمل ما يسمى strategic warehouses أو مستودعات استراتيجية لزيادة حجم المهزون من سلع نهاية نحن مطمئنين تماما على المهزون السلعي الأساسي من المواد الأساسية زي ما ذكرت اللحوم والدواجن بتحدث عن سلة الحبوب ما عندناش أي مشكلة في الغلال إنما أنا دايما بقول إنه هيكون هناك إنعكاب زي مثلا فأسعار الزيوت مثلا زادت بدل ما هي لو حقول بمية بدأت بمية وخمسين وإحنا بنستهلك تقريبا 98% من استهلاكنا من الخارج يعني إحنا بنستهلك 98% من سلعة الزيت وعشان كده كان فيه توجيه من فخامة رئيس الاهتمام بزرعات الزيتية وبالتالي أنا بأرى خلال الفترة القادمة تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من سلع أساسية هي مهمة رقم واحد المهمة رقم اثنين أن يحصل هناك نوع من التوازن ما بين العرض والطلق أنا مش عايزة أقول أن أنا هكون احتياطات تصل إلى تسع شهور وأنا عندي الطلب بتاعي على قدر خمس وست شهور عشان ما بقاش بعمل انفاق غير مبرر في هذه السلع الأساسية طيب دكتور عشماوي إذن هناك بعض السلع سيرتفع تمنها يعني برضو لازم نشرح للناس أنه في بعض السلع يعني الدولة بتوفر بمخزونها الاستراتيجي بتوفر سلع كثيرة ولكن فيه سلع حيرتفع تمنها؟ ده حدث في الزيت حضرتك لما زادت المادة بتاعة كامل زيت الصوية زادت زي ما قلت لحضرتك بنسبة 50% إحنا قدرنا إن إحنا نقول بدل ما بنقدم للمواطن المستفيد من الدعم الإزازة لترة عملناها 800 ملي وبنفس السعر اللي هو 17 جنيه فنبتدي نعمل نحنا نقلل في العبوة توازنات أو يحدث زيادات سعرية طفيفة لا تتوافق مع زيادة السعرية العالمية يعني أنا بتحدث النهاردة عن سلع عكسية في السوق المصري نظرها في الخارج وفي أسواق عاتية التقدم والرأس مالية إحنا الحقيقة زيادات السعرية بتاعتنا إذا خورنت بهذه الزيادات السعرية في أسواق زي فرنسا أو أبريكا أو بريطانيا فهي الحقيقة أقل بكثير إنما ما سوف يحدث خلال الفترة القادمة التوقعات بتتحدث عن إن الإنفليشن أو الزيادات السعرية اللي تحدث فيه بعض السلع قد تصل إلى 2 ديجين يعني ممكن نصر إلى 11% و12% تضخم ما بتكلمش على الوضع في مصر ما بتكلم على الوضع في العالم سؤالي الأخير عن الرقابة على الأسواق لأنه أنت في النهاية الناس ممكن تزاو شافت الربع جنيه في البنزين مثلا برغم ما فيش زيادة في الصالر لكن هو شاف الربع جنيه في البنزين فأورادي في أماكن معينة راح مزود الأسعار هل أنا هنا بقدر أعمل رقابة على الأسواق ولا طريقتي الأخرى هي أن أنا أوفر معروض في مكان آخر الإجابة من خلال زيادة حجم المعروض يعني كل ما أعمل إتاحة وزود حجم المعروض في التلع بتنضبط الأسعار الموضوع كله حضرتك هو عرض وطلب كل ما زودت العرض وعملت إتاحة أكثر ببداء الأفضل فبالتالي ستتهادى الأسعار وطلب إلى درجة الاستقرار عندنا الرقابة بتتم في الوزارة من خلال جهاز حماية المستهلك مباحث التموين والجزء الخاص به الرقابة الداخلية في الوزارة مفتشي التموين ولكن أنا بقى عون على المواطن المصري أنه عند وجود زيادة سعرية غير مبررة أن يبلغ بهذا الأمر أو يلجأ إلى البدائل يروح لمكان تاني يروح لحتة تانية أو البديل السلعي ما أنت عند حضرتك مثلا أن والله أنا لو النهاردة يعني وده مش صحيح النهاردة لو لقيت سعر الرز عندنا فائد في الرز وعندنا اتفاق وعندنا مخزون كبير من الرز يصل إلى ثلاث شهور وحنبتدي موسم الرز وحنصل إلى احتياطي خمس وست شهور في الرز مثلا لو ملقيتش الرز ممكن فيه بديل الماكارونا لأنتي عارف على إيه في ساعات إحنا في ثقافتنا مثلا ما نلاقي البطاطس بيغلى كلنا نروح برضو وعايزين ناكل بطاطس في نفس اليوم طب ما أنا ألجأ إلى بدائل البطاطس وخلاف فعايزين توعية أكتر أن المواطن يبلغ على أي زيادة سعرية غير مبررة أن المواطن يبلغ لو سعر السلعة مش مكتوب حرحيا يبلغ حماية المستهلك أو مباحث التموين وهناك من الأليات الكثيرة اللي بتسهل للمواطن من قنوات اللي هو يتفاعل مع الحكومة بشكرك دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إذن هذه أزمة تضخمية عالمية وإحنا بنشوف بتأثر علينا إزاي وإزاي نقدر نواجهها واجهناها وقت الكورونا ما كانش في هذا التضخم ولكن واجهنا أزمة نقص السلع والإمدادات في الكورونا والحياة ما حسناش بأي شيء